عقب اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلس بشأن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير ونظيرة الألمانية أنجريت كرامب كارين باور أن الحلف المكون من 82 دولة ما زال مصمما على هزيمة التنظيم وفي حديثه للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد قبل انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن شدد إسبير على ضرورة إبقاء التنظيم في العراق والسوريا تحت ضغط وقال إن مهمة الحلف لم تنتهي بعد وإن أعضاء الحلف اتفقوا بالإجماع على ضرورة البقاء في حالة تأهب أمام خصم ضعيف لكنه لا يزال يشكل خطرا بدورها أكدت الوزير الألمانية أيضا أن الحرب على داعش لم تنتهي بعد وقالت إن الحلف حقق تقدما ملحوظا واسترد أراضي من التنظيم لكنه لم يهزم بعد وأضافت كرامب كارين باور أن مشاركة الأمين العام للحلف يينس ستورتنبرغ في الاجتماع كانت مهمة وقالت إن كلتا المهمتين وهما المهمة العسكرية الأمريكية العزم الصلب ومهمة الحلف لديهما نفس الهدف وهو محاربة الإرهاب وانطلق مؤتمر ميونيخ للأمن ويستمر لمدة ثلاثة أيام ومن المتوقع أن تركز المناقشات على عدة قضايا منها فيروس كورونا والتوتر في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر